عبدالهادي من ليبي يقول ما معنى قول الإمام قبل الصلاة لا تدع فرجات للشيطان عبدالهادي بارك الله فيك هذا أصله حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يكبر للصلاة حتى يطمئن من اعتدال الصفوف وسد الفرج وإكمال الصف الأول وإتمام الصف الأول ثم الأول وهكذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابي استووا كان يقول استووا وكان ربما مسح مناكبهم بيده حتى يكونوا كالبنيان المرصوص كما تصف الملائكة عند ربها وكان يأمر بسد الفرج وأن يقترب المصلون إلى بعضهم وأن لا يدع فرجات للشيطان فإن الشيطان يتخلل الصفوف ليفسد على الناس صلاتهم أو ليلبس عليهم صلاتهم أو ليذهب الخشوع عنهم ولذلك إذا تراص المصلون كان هذا التراص منع لتسلل الشيطان وتخلل الشيطان لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى الشياطين تتخلل الصفوف وهذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أراه الشياطين كصغار الغنم يتخللون الصفوف ليفسدوا على الناس صلاتهم لأن الشيطان يحرص على إفساد الصلاة ولذلك يقول لا تدع فرجات للشيطان فإذا كان بين رجل وبين رجل فرجة هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسبب من أسباب دخول الشياطين